السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قسم ياسر عامر محمد القسم الملاحة والتوجيه مرحلة الرابعة اليوم وهنا محاضرة الرابعة لها Multiplication ويوجيك ممتازه ممتازه يدفع مل مل المل. عندنا ملاحظة بسيطة انه هنا نعد بالمتبليكيشن ياخذ يا اما ريجستر او ميموري فقط. لي اش لان هو only one operand is required. يعني ياخذ لنا واحد اوبراند واحد. اقل اوبراند بالبيت. لازم ملاحظة انتبه علي انه اذا كان ثمانية بيت فنستخدم عندنا هنا ينخذه بيمين بالاي اكس. واذا كان عندنا 16 بيت فوف ينخذه او بيمين بالدي اكس. واضح اي اكس تاخذ ثمانية بيت والدي اكس ياخذ 16 بيت. هسا عندنا شو نعرف انه هذا ثمانية بيت او الريزوت ثمانية بيت او اه ستعاش بيت. عندنا هنا من صفر الى متين وخمسة وخمسين هي ثمانية بيت. ميتين وخمسة وخمسين فما فوق. اللي تأخذ وتعتبر العفو 16 بيت. عندنا هذا هنا مثال بسيط. move AL, 200. move BL, 4 مول يعني ضرب اختصار للمولتيبليكيشن. result عندنا الخزنة point بالAX لان 8 بيت. طاعت النتجة 200 في 4 800. صارت عندنا 0320H بنظام hexadecimal. هسا عندنا العملية الثانية اللي هي division. division عندنا هما تأخذ اما رجسري اما مموري نفس المولتيبليكيشن بالضبط. only one operand is required. اقل لك اذا كانت بالbyte فهي اما اقل لك اذا كان الoperand byte راح يصير عندنا AL تساوي AX اللي هو الoperand. و اله اللي هو reminder. اله هنا قلنا عليه الباقي. هنا هاي ملاحظة اله. اصلا نوضح بالمثال الثاني. و الoperand إذا كان word. راح يصير عندنا dx. ax. ال reminder راح يصير عنده هنا دي اكس. عندنا هذا المثال move AX 23. move BL 4. هنا عندنا الامور division. tiv. راح تقسم. راح يطلع عندك هنا خمسين. result بال AL. خمسين. AL EH دي احنا قلنا هاي بايت. الباقي. ثلاثة. الخزانوان عندنا. بال AH. الخمسين صار 32. هكساديسمر. بضامر هكساديسمر. هسا عندنا. IMAL. اللي هو. يستخدم مع الاشارات السالبة. هنا اذا استخدمت. مثلا عندنا سالب 2 في سالب 4. وطأت. رعاز. مول. ما راح يصير عندك. غلط بالبرنامج. فاخدنا. رعاز اللي هو. IMAL. يستخدم مع الاشارات السالبة. نفس المول. نفس الضرب. بس يستخدم مع الاشارات السالبة. نفس الشيء. اخذ operand واحي. يامور الجسر. يامور ميموري. وهكذا. هنا عندنا سالب 2. ثانيا. راح تتعرف. بالكوبليمنت. على. صفر. F.E. هكسا ديسمول. وعدنا الاربعة. همات صفر. F.C. هكسا ديسمول. ضرب اعتلادي. دخلزوا عندنا بال. A.X. ثمانية. صار. والاشارات كذلك. هم تضرب. هنا عندنا. ال. هماتين. نفس القسمة. فقط. تصادم على الاشارات السالبة. عندنا. هماتين ياخذ. اياما رجستر. اياما بيموري. بالبايت ياخذ. A.R. A.X. وبالورد ياخذ. D.X. A.X. عندنا هنا. A.X. قلنا 8. بيت ياخذ. و D.X. A.X. ياخذ 16. هنا. move. A.X. ثلاثة. نضام. A.X. 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 هنا. هاي خواس. اللي مالتين. يمكنك تأخذهم. ترجمهم باللغة العربية. وتفتهمهم. هنا. عندنا الان. ما ياخذ سيغمت. ياخذ عدنا 2 سيغمت. رجستر. ميموري. أو رجستر ميموري. داتة. هنا. الخواس مالت. bit by bit operation. Operant have to be equal size. cannot use. سيغمت. رجستر. This instruction can be used to. يعني هاي العملية. اللي قد نصادمها. testing bit or bits. set or receipt bit or bits. moving bit or bits. between. رجستر. وهكذا. يعني إذن تقدر ترجمهم. وتفتهم الخواس مالت. الأمر. عند. هناك كذلك. عندنا. الاند أوبرانت واند. والاوبرانت. اه. 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 هنا هما تنجلك الخواس مالت. الاند. عدنا. رجستر. 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 ميموري. رجستر. اه. ميموري. وهكذا. عندنا هناك بالصفحة الثانية. عندنا هاي تقريبا اختصار. او تقدر نقول خواسة. بشكل. اه. مبسط. عندنا الاند. ياخذ بالامبرانت واند. الامبرانت واند. وهي رجزولت مالته. الار. والاكس. وار. عندنا هنا. اه. نقدر نقول. الصفر. الصفر. ياخذ صفر. والمختلفة كذلك تاخذ فقط الواحد واحد. يكون واحد. عندنا بالار. هنا. عندنا فقط الصفر صفر. ياخذ صفر. اما بقية الاوامر. تاخذ. اه. واحد. الاكس. او ار كذلك. عندنا بالمختلفات. ياخذ واحد. وبالمتشابهات. ياخذ. صفر. اه. ها يتميص. نفسنا خلائ surfaces. او ار. واي اكس. او ار. لاني خلائهات. نقدر نستفاد منها. هنا. هذا اgendeال مبسائل. الا belli. الار ياخذ. او ار. او ار ياخذ. اضافة. اضافة. يعني ما حصلت. ango syllables. هنا هناك ملاحظة بسيطة انو مينيقدر ناخذ بميموري وميموري ها ملاحظة بسيطة عن XOR هنا وصلنا الى نهاية محاضرتنا اليوم ان شاء الله بالمحاضرة الثانية او بالجزء الثاني رح ناخذ عندنا ان شاء الله كانت محاضرة ممتعة تقدرون تعيدون هاي المحاضرة